الدكتور خالد العناني وزير الأثار افتتح مقبرة بتعتبر من أجبل مقابر جبانة سقارة اكتشفتها البعثة الأثرية المصرية العاملة بالموقع في تلاتينيات القرن الماضي ده كان بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمينة العام للمجلس الأعلى للأثار والدكتور زاهي حواس الخبير الأثري ووزير الأثار الأسباء ويكشف الدكتور خالد العناني أنه من المقرر أنه تعلن الوزارة عن اكتشاف أثر ضخم يوم السبت المقبل إن شاء الله احنا في وزارة الأثار عندنا مجموعة كبيرة من أصدقاء الوزارة وأصدقاء الأثار المصرية سفراء دول العالم بدون مبلغة قارات العالم كلها ممثلة هنا زي ما حضرتك شايفة معنا حوالي 12 أو 13 سفير مستشارين ثقافيين مدير معاهد أثار أجنبية احنا الجولة تفقدية في مقبرة جميلة جدا اكتشفة سنة 1940 المقبرة دي ما تفتحتش للزيارة فإحنا نهاردة بنفتحها للزيارة بعد كده حنوري الناس المقبرة الجنوبية حيك عارفة نهارة مزوسر فيه مشروع بقاله سنوات طويلة المشروع ده الحمد لله بيتقدم جدا وربنا يقدرنا أنا قلت بداية 19 دكتور مصطف وزيري قال نهاية 18 التاريخ الرسمي اللي عندي فعلا نهاية 18 يعني هنفتتحي خلال 3-4-5 أشهر الجايين بإذن الله حيك لما تفتتحي انتهاء مشروع تطوير أول هرم في العالم أول بناء حجري في العالم دي حاجة ضخمة فإحنا جايبين النهاردة نفرج الناس على الشغل وهو بيحصل في المقبرة الجنوبية ثم بعد كده حناخدهم نروح مصطبة T واحدة من أجمل المصاطب يتفرجوا على المراممين وهم بيشتغلوا الصفر النهاردة طلبين مني دلوقتي يقولوا إحنا عايزين نقعد مع بعض عشان نشوف جدول الافتتاحات والاكتشافات الفترة اللي جاية عشان هم حرسين جدا أن هم يكونوا موجودين معنا حضراتكم في التقطيع بتشوفوا أن أي حاجة تخص الأثار كل الصفراء بتيجي ودي قوة الأثار أنها بتقدر تخش كل بيت دي النهاردة رسالة طمأنينة للعالم أن السفراء ساعة 12 الظهر متواجدين داخل القاهرة عدد ضخم من السفراء وده وجينا لهم الدعوة لحدث السبت القادم وجينا لهم الدعوة لأحداث أخرى حنقول لكم عليها إن شاء الله بالتدريج في حينها إيه الهدف نحن نريم اللي بيحصل في الأثار في مصر أولا أنا مجيئي النهاردة يعني دي مصر ويكوني أن أنا أكون جنب وزيري وزميلي العزيز دكتور خالد العناني في استكشافات زي النهاردة في مقبرة تسقارة متى لي رسالة قوية جدا والحقيقة فكرته أن يكون موجود كمان فيه سفراء الدول الأجنبية عشان يظهروا للعالم الخارجي إحنا عندنا إيه من أثار واستكشافات أنا حضوري النهاردة غير أن أنا ببقى وقفة جنب زميلي إنما أيضا رسالة إلى المصريين في الخارج بدولتهم وبالاكتشافات اللي إحنا ما زالنا بنكتشف حاجات كثيرة جدا وإنه هم عليهم دور ومسؤولية كبيرة في الترويج للدولة المصرية في الخارج زي ما قلت في كلمتي إحنا بنمر بحرب وحرب معلوماتية وحرب إعلامية وحرب سياسية وحرب إشعات كمان فكوني إن أنا أكون موجودة أنا بقول المصريين في الخارج تعالوا شوفوا بلدكو حربوا عن بلدكو تعالوا شوفوا الأثار روجوا للأثار روجوا للسياحة المصرية ده طبعا بمثل اهتمام العالم كله بأي أثار فتح مقبرة ويجه هذا الكم الكبير جدا من الإعلام بيدل على أهمية الأثار بالنسبة للعالم كله لأن الأثار المصرية في قلب كل الناس في كل مكان طبعا وجود المقبرة وافتتاحها والدعاري كلها بأي كل وفايدة للسياحة بإذن الله